السلام عليك يا أم المؤمنين السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين السلام عليك يا أم الزهراء فاطمة سيدة نساء العالمين وسلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم أعظم الله أجورنا وأجوركم برحيل هذه السيدة العظيمة السيدة خديجة عليها السلام حيث برحيلها أصبح ذلك العام عام حزن على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم برحيلها ورحيل عمه أبو طالب سلام الله عليهم أجمعين أنا وإياكم في هذه الحلقة الخاصة التي تحمل عنوان سيدة قريش ومعي فضيلة الشيخ حسين مناحي أهلا وسهلا بكم وأعظم الله أجورنا وأجوركم حياكم الله أعظم الله وأجورنا وأجوركم باستشهاد أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها إنها السيدة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا والله ما أبدلني الله خيرا منها حيث آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء فضيلة الشيخ السيدة خديجة سلام الله عليها آمنت بالرسول وتعتبر المرأة الأولى التي آمنت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي إنها تعتبر أول مسلمة فهل يا تورا كانت موحدة قبل البعثة النبوية الشريفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مكة وكانت بني هاشم قاطبة عبد المطالب وكذلك أبي طالب وعبد الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هم موحدين على الدين الحنيفي فلا شك أنه هذه السيدة جليلة من أهل إباء وسؤدد وكرم وشجاعة بالإضافة إلى أنها موحدة تعبد الله سبحانه وتعالى بالفعل فروحي له الفداء هذا الاقتران لا بد أيضا يكون له مؤهلات غير المؤهلات فقط كونها أمرأة أو كونها ذات أموال وإنما نظر إلى البعد الثاني أنها موحدة على نفس الدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وهي الإبراهيمية الحنيفية نعم لم تشرك بالله يا ترى هل تفرست علاء من نبوة في شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من اللطيف جدا أنه هذه السيدة الجليلة التي كانت تسمى آنذاك بالسيدة الأمرأة الطاهرة نعم النبي روحي له الفداء كان يسمى بالصادق الأمين في الجاهلية نعم في الجاهلية وقبل أن تكون هناك بعثة ورسالة وما شابه ذلك فروحي لها الفداء تسمى بالأمرأة الطاهرة بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وآله ماذا يسمى بالصادق الأمين نعم فكان النبي روحي له الفداء يعد من شباب بني هاشم الذين لهم الصدى والذي لهم الأصيت الواصل والجانب الثاني كذلك كان للسيدة خديجة سلام الله عليها الصيد الواصل أيضا إذ أنها الأمرأة الطاهرة عزفت وامتنعت عن من يأتي إلى خطبتها مثل أمثال يعني أبو جهل وأبو سفيان طرقوا بابها لكي يخطبوها وهكذا حاولوا أن يرقبوها بغلاء المهر أنه أطلبي ماذا تريدين من الأموال فنحن نوفرها في حال أنه وافقتي بالزواج لكنها امتنعت سبحان الله المشيئة الإلهية إذ أنه أرادت لهذه السيدة الطاهرة أن تكون قرينة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه الطاهرة لابد أن يكون الزوجها الصادقة العام لها كفو فحتى أنه تروي لنا كتب التأريخ من أنها أرسلت خادمها إلى ورق ابن نوفل ابن عمها وشكت له حال من يطرق بابها للزواج بأنها لا تريد أو لا تفكر الآن في مسألة الزواج شخنا العزيز قلتم على أنه طرق بابها الكثير من زعماء قريش وجهاء قريش لعله زعماء العرب أيضا نعم زعماء العرب فبالتالي لماذا اختارت حياة التواضع مع الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني كيف فهمت هذه المعادلة أنه الإنسان أولا قبل الأموال وقبل المكانة الاجتماعية لطيف جدا أنه هذه العلائم التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتمتع بها بعض الروايات أنه وصفت لنا أبي طالب عليه السلام أنه كان يتاجر أيضا فمن ضمن الظروف التي عاشها يعني وعاشتها خديجة وعاشها أيضا قريش آنذاك هناك يعني فترات اقتصادية حرجة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم استشار أبو طالب بأنه سوف تكون أنت برفقة القافلة التجارية التي هي تعود إلى خديجة سلام الله عليها فإذن هذا الثراء الذي كانت تعيشه السيدة خديجة سلام الله عليها وإطمئنانها وإيمانها من أن أبي طالب له الشهامة وله الأمانة وله الصدق في كل شيء شيخ البطحاء نعم شيخ البطحاء فحينما يأتي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتوسط حتى يكون النبي تاجر فهذا الثراء الذي كانت تعيشه روحي لها الفداء بينما تنظر إلى اليتيم بين قوسين وهذا الرجل البسيط الذي لا يملك من الأموال شيء بالمقابل أنه أناس يمتلكون الأموال الطائلة حتى يتقربوا من هذه السيدة فتشوف المعادلة أنها ليست محتاجة إلى الأموال وإلى الثراء وإنما هي تعيش بثرائها خدام لها أيضا وغلمان يخدمونها ويسمعون ماذا تريد فبالفعل لم تكن محتاجة إلى الأموال بل كانت تحتاج إلى الإنسانية تحتاج إلى شخص متكامل كشخصية الرسول أحسنتم من باب أنها الوحدانية التي تعيشها ودين التوحيد أنه ترى الجاهلية قد انغمست في الملذات وفي الشهوات أو عبادة الأصنام وما شابه ذلك فلم يكن أحد كفء من من تقدم إليها فبالفعل ترجح أي هل الأموال أم الإنسانية فبالفعل رصدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفق تحركاته وفق هذه الرحلة التجارية وميصر بماذا عادة وبماذا بشرها وبماذا أخبرها كيف كانت الرحلة وكيف كانت هذه الغمامة تظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كان دوره في البيع وفي التجارة فمما دخل إلى قلبها الفرح والسرور من أنها بالفعل عقدت صفقة تجارية مع هكذا شخصية يعني كانت تنظر إلى شخصية الرسول على أنه شخص مميز وفريد كون أنه جنبكم الكريم تطرقتم على أنه ميصر كان يخبرها عن أمور عجيبة غريبة كانت تحدث مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصالي الحميدة وحتى الروايات والكتب التاريخ تقول أنه قد امتلأ قلبه حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه مسرور بهذه الرحلة وكيف كان يتعامل معه النبي صلى الله عليه وآله بكل شفافية وبكل أريحية هذا إضافة إلى نظرة المجتمع العامة على أنه الصادق الأمين وكان يتحلى بمزايا ما كان يتحلى بها عامة المجتمع يا ترى نحن نعلم أنه السيدة خديجة عليه السلام بعد أن تزوجت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هجرت وقوطعت من قبل نساء قريش فلماذا هذه المقاطعة سنوات طوال هل كان هناك مؤامرة محاكمة من قبل المشركين من قبل قريش أم هناك شيء آخر اللطيف المسألة أنه حينما يمرون على هذه الحادثة حادثة زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف جاء أبي طالب مع الوجهاء من بني هاشم ووجهاء أيضا قريش فجاءوا خاطبين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد سماعهم أبي جهل وأبو سفيان وكذلك الوليد بن المعيد وغيره شيبة أيضا يذكرونه ممن طرق باب السيدة خديجة يعني خاطبا فامتلأوا حقدا وبغضا وعداوة لأنه كيف بهذه الأمرأة التاجرة الأثرية أنها تتنازل وأنها تقترن بإنسان بسيط عادي لا يمتلك من الأموال شيء وتوافق عفوا و... نظرة الجاهلية نظرة أموال نظرة المادية نعم وفحسبوا أنه المسألة لابد صاحب الثروة يقرنه صاحب ثروة أما أنها كأنه أو يعتبرونها باللغة الاقتصادية أنها يعني صفقة غير مربحة أنها تتزوج من هذا الرجل راح تصرف أموالها وجهدها وتعبها لهذا الرجل المسكين لغة الصفقات والأموال بالفعل أنهم تلقوا حقدا فهذا سرى إلى أزواجهم وهكذا سرت هذه الأزواج أنها كيف قبلت بهذا الرجل فإذن امتنعت النساء من أن يصلنا إلى خديجة سلام الله عليها بعد فقط هذا لا بل تعدى الأمر إلى أن تمنع النسوة من يأتي إلى السيدة الخديجة سلام الله عليه يعني هكذا كان العداء والحقد على هذه السيدة الجليل يعني مو فقط النساء هؤلاء الزعماء الزعماء كأنه يترصدون النساء الأخريات نعم ومنعوا من زيارة هذه السيدة فسلام الله عليها عاشت الوحدة ويعني تقول الرواية لم يدخل عليها سواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فترات يعني بين حين وآخر هذا يذكرني برواية على أنه سلام الله عليها من وحدتها كانت مولودها أو كان الجنيني في بطنها يسليها وكان كلما رسول الله يدخل عليها كان تخبر على أنه الجنيني في جوفة في أحشاءها يسليها سلام الله عليها هذا حدث بعد خمسة يعني خمسة سنوات من البعثة نعم إذ أنها كانت هي أول من آمن من المؤمنات بعد أمير المؤمنين عليه السلام إذ أنه هو الأول من آمن من المؤمنين من الرجال فبالفعل بعد خمسة سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وافتراق النساء وعدم زيارة هذه السيدة الجليلة تقول حينما استشعرت بهذا الحمل الخفيف فكانت تكلمني وتخاطبني وتنسيني وحشة يعني وافتراق الأحبة أو افتراق النساء وعدم الحديث فكانت النبي صلى الله عليه وآله تقول الرواية ذات يوم دخل وإذا بحديث كأنه هي تتحدث مع من فأسألها النبي صلى الله عليه وآله مع من تتحدثين يا خديجة فقالت له إني أتحدث مع جنيني أحسنتم إن شاء الله يكون للحديث تتم لكن يجب أن نأخذ فاصل ونعود لكم فابقوا معنا عدنا لكم مشاهدينا الكرام وما زال الحديث متواصلا عن مولاتنا السيدة العظيمة خديجة الكبرى عليها السلام ومعي ضيفي الشيخ حسين مناحي مرة أخرى أهلا وسهلا بكم قبل قليل تحدثنا عن ملامح من شخصية السيدة خديجة الكبرى عليه السلام العظيمة وأنها كانت الطاهرة السلام الله عليها وأنها اختارت الرسول لأخلاقه وما رأته من كرامات وأشياء عجيبة من هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هناك نساء على مرة تاريخ صديقات وصلنا إلى مراتب عالية ومقامات عالية كيف وصلت السيدة خديجة إلى مرتبة أن تكون أحد أفضل نساء أهل الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفضل نساء الجنة أربع خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم إمرأة فرعا بالفعل أنه لو أردنا أن نوصل رسالة إلى بنات اليوم أو إلى نساء المسلمين اليوم نجد أنه ركني الدين هو متقوم على هذين الشيئين ألا وهو الإيمان والعمل إيمان والعمل إيمان والعمل مكترنا نعم كما نقول نحن في الآية المباركة الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإذن العمل يسبقه ماذا؟ إيمان فبالفعل آمنت هذه السيدة الجليلة الطاهرة سلام الله عليها بالنبي صلى الله عليه وآله وبما بعث به فهي المؤمنة الأولى من النساء هذا جانب فإذن هي آمنت كيف وصلت إلى هذه المرتبة بالعمل؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيها حقها ولم يبخزها فقال بني الإسلام أو وصل الإسلام بأمرين سيف علي بن أبي طالب عليه السلام وأموال خديجة فإذن عملت بما تمتلك وهو الأموال فقد أدت بأبي هي وأمي دورها الفاعل في الحفاظ على المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طيلت السنوات الثلاثة التي كانت هناك حصار نعم في شعب أبي طالب فكانت حينما ترسل ترسل من أموالها لكي يأتوا بالطعام لتنقذهم من هذه المحنة العظيمة نعم بالتالي واسط الرسول صلى الله عليه وآله بشيء مهم بشيء مهم نعم الأموال التي كان قريش تنظر له على أنه الأساس فبالتالي هي واسط بأفضل شيء ممكن قريش تنظر له نعم سلام الله عليها فهي حاربتهم نقول أو هي عملت بما تملك فلا تملك إلا هذه الأموال فجعلتها في خدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أن الرواية تقول أنها حينما تزوجت النبي صلى الله عليه وآله فقالت إن للنبي صلى الله عليه وآله حق التصرف في مالي وفي خدمي وفي حشمي يعني أنها رخصت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التصرف بأموالها كلام جنابكم الكريم يذكرنا برواية على أنه كما قلتم بعد زواجهم الرسول الله صلى الله عليه وآله بعثت خادمة فنادى في قريش أن أموال خديجة لمحمد يفعل بها ما يشاء هذا أمر جدا صعب وخاصة يعني الإنسان لم يكون غني متعلق بأمواله بكل سهولة يتخلى عن كل هذه الأموال ويعيش حياة فقر وتواضع من أجل خدمة الدين من أجل خدمة الرسالة هذا التصديق الحقيقي اللي هو مبني على عمل وإيمان كيف يكون تصديقنا نحن اليوم مبني على إيمان وعمل اتجاه القضية المهدوية عجل الله تعالى فرجه الشريف بالفعل هذا مما يعني نحتاجه أبناء اليوم في أن نحن بحمد الله نؤمن بالقضية المهدوية وبانتظارنا للفرج عجل الله تعالى فرجه الشريف لكن يبقى علينا الركن الثاني والأساسي وهو أن نعمله وفق هذا الإيمان أن نعمل وفق هذا الإيمان كيف نعمل من ضمن الأعمال الأول هو الانتظار بحد ذاته والثاني الأول هو الدعاء للإمام روحي له الفداء وكذلك أن نعمل بما أوجبه أو فرضه الله سبحانه وتعالى علينا من بعدها أن نكون إخوانا متعاونين وكذلك متكاتفين ينصر بعضنا البعض وهكذا سوف نمهد لدولة الإيمان روحي له الفداء فنكون بالفعل مؤمنين لسانا وكذلك قلبا وكذلك قد أوصلنا القضية المهدوية ومهدنا لها حتى حينما يخرج يخرج وفق أرضية بحمد الله تعالى أنه مهيئ لكي تنهض للعالم فعلا أنه من أهم وجوه التصديق العملي بالدين هو مواساة الأخوان نلاحظ مشاهدين الكارمون نلاحظ أنه الرسول صلى الله عليه وآله بعد أن انتقل إلى المدينة المنورة جمع المهاجرين والأنصار وجعل بينهم المساواة والمؤاخات لذلك أحد أهم أوجه الإيمان الحقيق والتصديق الحقيق سواء بالنبي صلى الله عليه وآله أو ذريته الأمة الطاهرين سلام الله عليهم هو مواساة الأخوان سيدتنا خديجة سلام الله عليها وصلت إلى هذه المنزلة العظيمة يقال في الرواية أن الله بعث لها سلاما عن طريق جبرائيل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هل يمكن لمرأة امرأة أو أي إنسان كان أن يسلم عليه رب العالمين نعم فليتصور كل إنسان أو يشاهدون في هذه الحلقة وببركة هذه السيدة الطاهرة الجليلة أم المؤمنين خديجة سلام الله عليها نقول أنه الله سبحانه وتعالى أوجدنا في هذا الكون في هذه الدنيا ما هو إلا للامتحان والاختبار ليبلوكم أيكم أحسن عملا فإذن روحي لها الفدا حينما عملت بكل إخلاص وبكل حب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولله سبحانه وتعالى لأنه هو صاحب الدعوة وصاحب التوحيد أيضا فهي كانت العامل المساعد فإذن سواء كان علينا الأستاذ حينما يؤدي دوره ويختبر أيضا التلميذ حينما يؤدي دوره ويختبر وهكذا جميع هذه الشخصيات تختبر فإذن السيدة خديجة اختبرت أيضا بمالها ولكنها ماذا نجحت بهذا الاختبار فإذن جيد الإنسان المؤمن حينما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويؤدي ما عليه فإذن نجح في هذا الاختبار فهل نصل نحن كما وصلت السيدة خديجة سلام الله عليها إذ يبعث إليها الله عز وجل بالسلام أقول نعم لأن الباب لم يسد أمام أحد ولو قلنا سد أمام أحد إذن نحن ماذا نجلس في بيوتنا لا نقيم الصلاة لا نقيم الصيام لا نقيم الحج لا نقيم الجهاد وهكذا نعطل الحياة فإذن كيف نعم عن طريق الوحي جبرائيل عليه السلام بعث بهذا السلام لأنها تستحق السلام هذه المرأة الفاضلة الجليلة وكما تفضلتم في بداية أيضا هذه الحلقة أنه ماذا آمنت بي إذ كفر بي الناس وكذلك ماذا صدقتني إذ كذبني الناس هذا موقف بحد ذاته يعني على تصاويرنا اليوم نقول نجعل له تمثالا أو نجعله قدوة يعني للمجتمع حتى يقتدوا به فإذن بالفعل هذه المسألة مفتوحة أمام الجميع كل من عمله وآمن بالله سبحانه وتعالى وقدمه بما يستطيع لأنه الله لا يكلف نفسا إلا وسعها فقدمت ما توسعها هذه السيدة الجليلة فبعث إليها السلام وانظر إلى الإجابة الجميلة من هذه السيدة فقالت منه السلام مو صح له أو لا؟ نعم وإليه السلام يعني هو الذي بعث بالسلام وكذلك منه السلام فبالفعل سلام الله عليها هذه السيدة الجليلة تستحق أن يكون الباري عز وجل لأنها حبيبة حبيبة النبي صلى الله عليه وآله كان يحبها وبعض أيضا نسائه قالت له إنها امرأة عجوز وقد فات عليها الزمان يعني قال لا ما أبدل أن الله بها خيرا بعد سنوات طوال يعني على وفاتها ويستذكرها نعم يستذكرها فبعض أيضا نسوة النبي صلى الله عليه وآله انظر ماذا يعني واسمع ماذا تقول تقول فإني كنت أتقرب إلى النبي صلى الله عليه وآله بذكرها بذكرها نعم لأنه النبي يحبها حبا بالفعل كثيرا قبل قليل قلت هناك معادلة يعني السيدة خديجة فهمت المعادلة فهمت أنه لا بد من خدمة الدين لا بد من خدمة الإسلام لا بد من تقديم شيء في سبيل الله ولا بد أن يكون الزواج مبني على مصالح وفق رؤية ربانية وفق ما يرتضيه الله سبحانه وتعالى لذلك أصبح هذا الزواج مميز زواج الرسول من السيدة خديجة كان زواج مميز وجنابكم الكريم تطرخت على بعض الالتفاتات من السيدة خديجة سلام الله عليها اليوم أي امرأة أي سيدة أي فتاة يجب أن تقتدي بالسيدة خديجة سلام الله عليها حتى تسعد يجب أن لا تنظر إلى الأموال يجب أن لا تنظر إلى المكان الاجتماعي يجب أن لا تنظر إلى أمور أخرى أولاً هو الإيمان شكراً جزيلاً لكم شيخنا الفاضل وعظم الله أجورنا وأجوركم مرة أخرى وشكر كثير لمشاهدين الكرام وهذه الحلقة يجب أن نستفاد من بعض المظامر التي طرحت فيها سلام الله عليها كما تعبر الروايات بأنه هبط الأمين جبرائيل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال له أبلغ خديجة عن الله وعني السلام فأي كاملة من إماء الله المؤمنات الطاهرات يبعث الله لها السلام إنها خديجة عليها السلام شكراً لكم مشاهدين الكرام وعظم الله أجورنا وأجوركم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة